اهلا بيكم في حلقة جديدة بالتعديلات مجنونة السلسلة اللي بنشوف فيها اغرب واعنف تعديلات العربيات على مصطع العالم بس بطريتنا احنا انا محمد حمدي وتعالنا نشوف حوس التعديل بيعمل ايه وقبل ما نبدأ ادعمنا وانزل دوس لايك واشترك في القناة لو لسه جديد وفعل الجرس اخليك دايما اول واحد يشوف الفيديوهات الجديدة ويلا بينا نبدأ فيديو النهاردة عندنا تعديل مجنون جدا لو تتذكروا او لو كنتوا موجودين معنا في بداية القناة هنلاقي ان اول فيديو نزلته كان عبارة عن تعديل سيارة سيارة الحط فيها مطور متسك وده كان تعديل مجنون جدا لكن ما كانش فيه تفاصيل كان بس شو لكن دلوقتي يجي وقت اننا نجيب تعديل مشابه ليه برضو عربية هيتركب عليها مطور متسك في البروجيكت انا بيكون معانا هندا مينيتراك او زي ما بنقول عليها عربية روبع نقل وده بيكون متسك لسيزوكي هايبوزا 600 سي سي بيطلع 180 حصان فيلا بينا عشان نحط متسك لهايبوزا على المينيتراك بس قبل ما نبدأ الشباب عايزين نلعبوا بالمتسك لشوية فبياخدوه بيطلع يجروا بيه كمان بيعملوا دريفت وبرضو بيعملوا بردن اوت لحد ما الكويتش بيجيب اخره فبس كده خلاص مش هعرفو يلعبو بيه تاني فهياخدوه ويدخلوا عالجراش اول حاجة هيفكوا كل حاجة موجودة في الموتسك هيشيلوا الكورسي وكمان هيشيلوا الرفرف الامامي وكمان الرفرف الخلفي وبرضو البضل الخارجي اي حاجة هتيجوا قدامه ما يشيلوها بعد كده بيرفعوا الموتسك لعشان يشيلوا المحرك وده بيكون قلب النابض للهايبوزا بعد كده بيدخلوا على الشحنة بيبدأوا انهم ينزلوا المحرك اللي عليها وبيشدوا عشان يطلعوا برا بعد كده بياخدوا الشحنة عشان يعملوا لها عملية اعادة الديهان فالعربية ردهم باللون الاحمر فبيبدأ يجهز كل حاجة للديهان وعلى طول بيبدأ ان يرش العربية كلها باللون الاحمر وده بيكون شكل العربية بعد الديهان فبعد كده بيجيبوا لك الصدام الامامي ويركبوا وبيرفعوا العربية وبيبدأوا يفكروا ازاي هيثبتوا المحرك فعلى طول اول حاجة بيبدأوا يعملوا فتحة على شكل مربع بشانتة العربية من ورا بعد كده بيجيبوا المحرك وبيطلعوا من الفتحة دي وبيقصر اجزوزت بتاعه عشان يكون متناسك مع الفتحة الجديدة وبيثبته مكانه بعد التعديل بعد كده بيجيب كشفات السيارة الخلفية ويركبها مكانها وبرضه بيجيب عدلات السيارة الجديدة ويركبها مكانها وكمان بيركبوا لوجو السيارة لكنه بيقع ودرقتي بيجيبوا جنود جديدة للسيارة وده بيكون شكلها وطبعا بيكون عليها كوتشات جديدة فعلى طول بيأخذوا الجنود عشان يركبوها مكانها وده بيكون شكلها فطبعا عشان العربية كل حاجة فيها يابانية فبيقرروا ان النيبر يكون عليها عالم اليابان طبعا بعد ما يتكبوا التانك والوصلات الكهرباء كل حاجة دلوقتي هيشغلوا العربية والحسن على الزهم المحرك بيشتغل من اول مرة لكن بيكون فيه تسريب زيت جامد من المحرك وبياخدوا بالهم متأخر فطبعا بيحذر المشكلة دي وكمان بيركبوا كاتب السوت بتاع الشركمان عشان يهد السوت شوية وبيسيبوا العربية وبيجوا اليوم التاني وطبعا بينبهروا جدا بشكل عربية فعلى طول بياخدوا العربية وبينقلوها بيودوها تصحة فاضية عشان يقربوا العربية وبياخدوا العربية وبيطلعوها طبعا عربية جامدة جدا انا بجد نفسي شوفوا العربية دي بتدريفت مسلا او بتعمل اي حاجة فتعالوا كده قبل ما هتلعوا يلعب بالعربية نعرف بس إلا حصل كل اللي عملوه إنهم جابوا منتراك ودهنوها باللون الأحمر وجابوا لها اكسدام أمامي وكمان كشفات جديدة وعشان تبقى جميلة وملفتة جابوا لها جنوت وركبوا عليها مترو سيزوكي هايبوزا 600 سيسي وكمان اتركب عليها تانك البنزين بتاع موتسيكل لكن طبعا دهنوه أحمر طبعا نزام الوقود ستوك وباقي الحاجات كلها ستوك وكمان ركبوا الريديتير تحت العربية وجنب المحرك وده عشان يخلي المحرك بارد ولو نزلنا تحت العربية هنلاقي نزام الستسابنشن كله جديد بالكامل بس هنا بقى الضرايف شفت معدل وده عشان نتركب في المثور بسهولة فلو ناخرنا جوا العربية هنلاقي العدلات الجديدة اللي تركبت وكمان هنعرف إن الغيرات بتاعتي العربية تعدلت لإن دلوقتي بقت الغيرات هي الغيرات متسكة أول غير له قدام والباقي كله الورا بس الفان انك بدا ما بتقلب برجلك دلوقتي بتقلب بيدك وكما كده تعالوا بقى نشوف العربية دي بتعمل ايه المحرك صوته جامد جدا وكمان العربية باين قوي نسحبها قوي طب ما تيجوا كده نشوفه نسمع التصرع بتاع العربية لكن بلاوا مشكلة وقت ما هم مشيين بيحصل تصريف في حاجة لكما مش بيكونوا عارفين هل ده وكود ولا متر ديتير وعلى طول بيقفوا وباللوى اللي دي بس يا متر ديتير فبيبدأوا انهم يزودوا المياه وبيجوا واحد بعربية فور بيفور يندبهم شوية وهنا في شوية أطفال بيشوفوا المشروع ده وبيكونوا مبسوطين جدا تعالوا بقى نكمل ونشوف اين هيحصل طبعا الشفترز دلوقتي بقت احسن بكتير من العربية العادية دلوقتي بقى كعناس كوينشل تعالوا نسمع شوية دلوقتي بقى اخذوا العربية ورجعوا تاني على الجروش عشان هيطلعوها على الطاينو ويشوفوا العربية دي هي تيعمل كم حصان والعربية بتعمل 133 حصان وده رقم يعتبر قليل على مترو المتسك وده لان العربية وزدها تقيل بس دلوقتي هيعملوا تجربة مجنونة هيددوا للمحرك شوية نايتروس تعالوا نشوف اين هيحصل بعد التجربة دي العربية بتطلع 143 حصان حقيقي الشباب دول مجنين وهو ده الهدف من سلسل التعديلات مجنونة دلوقتي بقى هياخذوا العربية ويطلعوا بيها على تراك لكن طبعا لازم يكون في المتحدي وهنا هيجيبوا من تراك تانية بس استوك والعربية كانت هتتقلب بينهم حرفيا وهنا صاحبه بيقوله انا عملتها فعلا وانشقلت بالعربية فتعالوا نشوف اين هيحصل دي بتكون المنتراك الستوك ودي المنتراك المعدلاء تعالوا الاول نسمع شوية ريف من الاثنين طبعا الفرق باين جدا واكيد كلنا عارفين مين هيكسب ودلوقتي جاءت لحظة السباق وتعالوا نشوف المنتراك المتعدلة فعلا سريع جدا والفرق واضح قوي بعد كده بيأخذ العربية وبيبدأوا يلف حوالي لحلبة لكن وسط ماهو بيدوس بتحسن المشكلة في حاجة بتتكسر والصوت بيفضل يخبط وعلى طول بيعفل العربية وبيبص تحت العربية وبيلاقي ان الدراف شفت الكسر وده طبيعي جدا اكيد مش هستحمل كل له فبس كده وبكده نكون وصلنا للهاية حلقة النهاردة لو الفيديو عجبك ما ننساش لايك الجميل وسبسكرايب لو لسه مشتركتش وفعل الجرس عشان توصل لك كل الحلقات الجاية اول باول وسيب لرأيك في القومنس ولو انت عايز تتعرف ايه هو السيكوينش الجيل بوكس انتكلمني عنه في حلقة النهاردة فتقدر تشوفه من فيديو انواع الجيل بوكس وازاي بيشتغلوا الفيديو ده هيفيدك كتير جدا نشوفكم الفيديو اللي جاي سلام